طب خلينا أقول لحضرتك مثلا في أمر هنا أمر نفسي أكتر أنه حتى هذه اللحظة رغم كل ما يعني حرزات المرأة من تقدم لكن بتلاقي يقولك أنه أصوية أصل الخطيئة أنا جاي لهذا نعم أنا جاي لهذا أنا بس الأول عايزة أركز عنه لأنه دولة اللي ينقلون إلى الناحية العملية إن أنا لابد يكون عندي منظومة معرفية الآن في الغرب في ما يدرس دراسة خاصة عن المرأة فلماذا نحن لا نصنع في مناهجنا التعليمية فقه المرأة مش نحن ندرسه في كتب الفقه عابرا عندما يأتي باب الحيض وباب النفاس وعندما يأتي باب المراس لماذا نحن لا نستقل بدراسة فقه للمرأة يبقى فقه مستقل نفسيا واجتماعيا وتشريعيا وتشريحيا إلى آخره ده أمر في غاية الأهمية نيجي بقى للمفاهيم الخاطئة أيضا تسربت القرآن ليس له علاقة إنما تسربت هذه المفاهيم الخاطئة الإسرائيلية إلى كتب التفسير إلى كتب التفسير يعني وجاءت أيضا من بعض الكتب التي متعلقة بالأديان يعني أنا أذكر الدكتور الله يرحمه إمام عبد الفتاح وده رجل فيلسوف كبير مرأة فتاح إمام أيضا لو كتاب الموسوعة الفلسفية فيها فصل أو باب على ما أذكر الفيلسوف المسيحي والمرأة بيقول لك أنت إذا شاهدت المرأة أنت لا تشاهد إنسانا أنت تشاهد شيطان أنت تشاهد شيء يعني غير آدمي إلى آخره تجد هذا تسرب إلى كتب التفسير يعني سأقول لك شيء في منطقة الغربة في قول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء علماء النحو وعلماء اللغة بيقول لك ما تستعمل لغير العاقل ومن تستعمل للعاقل هذا في اللغة يعني لما تكلم على عاقل تقول من لما تتكلم على غير العاقل تقول ما وبعدين يجي في آيات يجد المفسر فبعض المفسرين يفسروا الآية دي أنا لسه جاي للي هيفسرها أنا بس عايزة قرر القاعدة الأول إنه من للعاقل وما لغير العاقل يقول لك ده الأصل لكن يجي في آيات تانية ومنهم ما يمشي على أربعة يعني عم يستعمل من يقول لك هذا مجاز طيب وفي لما يستعمل والسماء وما بناها يعني والذي بناها والذي بناها أو ومن بناها ومن بناها فيقول لك دي تستعمل مكان دي لكن تيجي بقى المفسر لما يقول لك فانكحوا ما طاب لكم يقول لك ليه جاء بما ومجيش بمن لأن المرأة كان غير عاقل لأنها غير عاقلة بس ده يعني يعني مش عايزة أوصف يعني لكن ده آآ آآ رأي كلام قيل تيجي مثلا تيجي مثلا للذكري مثل حظ الأنسين تجد محمد عبد وتجد مثلا رشيد رضا تجد طهر بن عشور تجد الكثير يقول لك المرأة في الميراث هي الأصل هي القيمة وألحق بها الرجل لأنه قال للذكر مثل حظ الأنسين هي الأصل هو الرجل هنا بيقاس عليها هو الرجل يقاس عليها مش كده تيجي بقى لمفسر آخر زي الألوسي يقول لك قدم الذكر على الأنسة لشرافه لكن القرآن مش عاوز كده القرآن يريد أن يقيس أن المرأة لا حق في المال ولا حق في الميراث وهنا أثبت حقه عاوزه لي الأصل هو أعطيه الحقه لأنك أنت أيها الرجل أنت فرع عنها في الميراث لكن الألوسي مع تقديرنا ما بيقولش كده الألوسي عاوز يجعل أن التقديم لشرف الزكر على الأنسة فبيبتدي اللي بيقرأ في الدراسة التراثية وما عندوش الخلفيات الثقافية والعلمية كما يقول يقول لك أيها الرجل أشرف من المرأة بلاش كده فيترسق خاز المفهول تعالى نرجع أيضا لكتب النحو كتب اللغة فيقول لك التأنيس فرع التذكير الرجل هو الأصل فالأصل والآن وإن كان طبعا مجالنا أو شهتسع لنا في هذه الأيام الآن أيما كتب في الغرب من النساء أكثرها طعن في القرآن على أنه كتاب ذكوري ما أنا بقول حرفك ده من أبواب الطعن فيقول لك يا أيها الناس دي شبه طبعا لك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يبقى في الاثنين قال واجعلناكم الضميل المذكر ما قالش واجعلناكنا واجعلناكم شعوب وقبائل لتعرفوا ما قالش لتعرفنا إن أكرمكم مش إن أكرمكنا عند الله أتقاكم مش عند الله أتقاقنا فالك ده كتاب ذكوري فده يحتاج منا إلى دراسة وإلى بيان إنما إحنا ترسخ في زينا لا لما بتعرى شبها زي دي فأني بتفكر فيها زي لا أنا بفكر فيها بطريقة لا يتسع يعني وقت لي لأني بفكر بها من ناحية لغوية نحوية آه ما هو ده يعني يعني لأنه اللغة مقتضيات اللغة إنه أنت عندك لو في مجموعة في زكر ومئة أنسة فبيبقى ضمير للزكر أو التعامل ده كتير يا مريم مقنوطي يا ربك وسجودي واركاعي مع الراكعين ما قالش واركاعي مع الراكعات والخطاب لامرأة يعني أنا هتيجي بقى للكتب كتب علوم القرآن زي مثلا برهان للزركشي هيقولك هذا من باب التغليب يعني غلب الذكور على الإناث فتسأل بحث تاني التغليب بحقيقة ولا مجاز يقولك مجاز يعني فرع عن الحقيقة المقصود إنه نحن في حاجة إلى نقرأ يعني شوف أمين الخولي رحمه الله ليه كتاب اسمه التجديد في الإسلام لا المجددونها في الإسلام لا في التجديد ده أتكلم عن تجديد النحو وتجديد البلاغة أه ده كتاب آخر كتاب آخر كلم فاصلا عن تجديد النحو وتجديد البلاغة ووصل في البلاغة إلى بحث مهم اللي هو الجانب النفسي في البلاغة ويجي أستاذنا الله يرحمه دكتور برامي الخولي عمل الجانب النفسي في بلاغة عبد القاهر وبعدين وصل للتفسير للتجديد فمن ضمن العبارات اللي أنا فاكرها أنه قال ما فيش تجديد إلا بقتل فهم القديم بقتل فهم القديم فهم القديم أنا فهمت العبارة على أن قتل فهم القديم أنك لازم تفهم القديم وتنقضه فتجدد إذا كنت أنت مش هتنقض القديم لن يتقض تجديد والمشكلة أيضا بتجريني الكلام إلى أني دايما أجد أنه بين المتخصصين وبين المجتمع في عنف ودعوة في إغلاق التجديد أنت ما تجددش أنت شوف القرطبي قال إيه أنت شوف القلوسي قال إيه لو أنت جبت أي رأي جديد هيهجموك ويقولك من من المفسرين قال هذا يا دكتور؟ من من المفسرين قال هذا أيها الشيخ؟ فتوقف أنت ما إفرد توقفش حد قال أو أنت سيادت كعلم هؤلاء المانع طب إبقى هنا أنه التجديد بيعتي من قتل فهم القديم ونقضه أنا عشان أنقضه وأفرز الخيوط الصحيحة من الخيوط غير الصحيحة فأنا لما أجي أقرأ ويجي لألوسي يقول لي التقديم لشرف الزكر لا طب يا ألوسي لو كان القرآن مثلا قدم الأنسة أولا ماذا تقول؟ كان الأنسة أخوه قال الله أعلم الله يرحمه كان يقولك لأنها فرع عن الرجل فأنا لما أجي بقى فانكيحه ما طاب وتقول لي ما لغير العاقل وبالتالي المرأة غير عاقلة لزيك القرآن قال طيب أنا أتجوز واحدة غير عاقلة ليه بالمنطق يعني أنا أتجوز واحدة غير عاقلة ليه وبالتالي أنت إذا سلبت عاقلها سلبت إنسانيتها صحيح هي في الإنسانية ما خلص هو غير العاقل غير مكلف غير مكلف فأنت كده سلبت إنسانيتها فده طبعا قول وهو قول غير معتبر لكن موجود وممكن يقرأوا شباب وممكن يقرأوا أعداء وممكن يقرأوا متربسين ممكن يقرأوا محبين ويقولك أهو موجود في الكتب فإحنا لازم إحنا نبدأ بأنفسنا إن إحنا عندنا في بعض الناس اللي خرجت في الإعلام في السنوات الأخيرة ونقد نقد 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 في الإسلام وبيقع على هذه الأشياء وهو ما عندوش المنهجية ما عندوش القواعد ما عندوش العمق الفكري هو بينقل ما هو منقود يعني مثلا أنه عاوز ينقد البخاري عاوز ينقد مش عاربة فبيروح يجيب اللي قالوا العلماء القدامى ويقوله أو اللي قالوا المستشرقين ويقوله أنا لا أعترض على هذا أعترض لما يقال هذا مفكر أو هذا مبدو أنت مش مبدو على حاجة يعني أنت بتروح تنقل في الكتب وبتجي تقوله إنما إحنا مش عاوزين كده إحنا عاوزين ننقض ونبني مش تفكيك فقط أنا عايز أفكك وعايز أبني آه يعني أنت ما عندكش مانع أو لا ترفض إنه حد ينتقد كتب الترس بس بالمنهجية آه وتفهمها الأول زي ما قال أمين الخولي وأمين الخولي ده أنا بعتبره في العصر حيث أبو المجددين صحيح فهذا الرجل لما يقول لا تجديد إلا بقتل فهم القديم يبقى أنت فهم القديم الأول وفهم الأسس العلمية اللي على أساس أنك أنت هتجدد وهتنخد فهل إحنا يعني فيه في العالم الآن كله والأسف برضو أنا بحاول أنادي بكتير لكن لا حياته لمن تنادي ادخال الفكر النقدي كمقرر في الجامعات أنا طبعا بتكلم عن تخصصي في العلوم الشرعية لازم تدخل الفكر النقدي كيف يعمل الباحث أو الطالب ملكة ومنهجية النقدي في الأقوال إنما ده ممكن تجده عند بعض المحدثين على استحياء لم يجي ينقض الأحاديث وهينقض الحيث برضو فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا فقط لكن أنت عاوز الآن فكر نقدي في كل ما يعرض عليك طبعا عايزة أسأل حضرتك السؤال وهتجاوبني عليه بأمنتك العلمية يعني